بناتي ومشاهداتي العزيزات اهلا بكم في الحلقة رقم 12 من ازاي تسحر لحبيبك وتسيطر على شخصيته الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اللقاء الاول وان من اول القواعد اللي لازم تاخدي بالك منها انك انت ممكن تعملي بعض التصرفات تخلي الواد منباهر بيكي حيموت عليكي مريل عليكي وانتي تشوف عينه هتاكلك كده ولسانه مدلد عليك كده وبعد اما تروح البيت تاني يوم الصبح تلاقي بدأ يخلع منك ويهرب منك بعض البنات بتتوهم ان ده سحر معمول لها وفعلا في بعض الاحيان واحد في الالف بيكون ده فعلا سحر كما قال احد الناس الذين يعالجون السحر وبيسترزق من الهبل اللي هو من حضراتكم وما بقاش في سحر ولا حاجة وهو بيوهمكم كمان زي ما بيقول لي باوهمهم كمان يا كابت ان انا بعالجهم من السحر عشان اعالجهم لان انا لو قلت لهم ما عندكمش سحر مش هيصدقوا فلازم قلهم ده كان فيه سحر وانا عملت الجلا جلا 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 واشربي الميا دي ونطي على الحبل ده سبعتاشر مرة وامشي بتشقلب رجلك فوق راسك تحت تلاتين مرة وعملي تمارين باطن خمستاشر مرة هتلاقي نفسك باقيتي مزة ان من كتر المجهود اللي بتعمله بتخس بتبقى حلوة فبتصدق ان العفريت طلع منها وده كلام فارغ وما بيحصلش يبقى القاعدة الاولانية اللي قلناها الحلقة اللي فاتت اللي هي المظهر الخارجي والتأسيرات اللاوعية والتنويل المغناطيسي على الواعي لازم تتفرج عليها وترجعي لها تاني لو ما كنتيش شفتي الحلقة اللي فاتت الحلقة النهاردة رقم 12 هنتكلم فيها عن قاعدة تانية جدا عن قاعدة تانية مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وتتدربي عليها تماما وطبعا كل حلقة بنتدرب على حاجة الحلقة اللي قبلها بتبقى معانا على طول يعني المرة اللي فاتت تكلمنا عن تدريب على المظهر الخارجي الماكياج اللبس الاكسسوار البرفان السينيهات المرة دي هنتكلم على قاعدة تانية بيفكر فيها الشاب وهو ما يعرفش انه بيفكر فيها تفكير لاواعي اسمه الإخلاص كل شاب عايز يجوز واحدة مخلصة ليه هو الوحده وبيبان سلوكها في فكرة الإخلاص في الجواز من حاجات أبعد ما تكون عن الجواز ازاي بص يا بنتي كل الشباب في الزمن اللي احنا فيه مقتنعين ان فكرة الجواز دي مشروع اجتماعي فاشل وحقير وهم اصبحوا على صدق فعلا يعني طبعا النظام الجواز ده نظام عمل وربنا ونظام عمل وربنا يبقى النظام لازم يكون صح مية في المية ولكن النظام ده فعلا دلوقتي اصبح نظام مقلق وفي بعض الاحيان انا شخصيا باقترح على بعض الولاد ما يتجوزوش يا بني ما تتجوز يا بني تبقي عند محاك ليه انت محتاج كزا لأ 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 يا بم تتجوز ك glory لانك انت غير جاهز نفسيا للجواز والبنات اللي انت بتدور عليهم غير موجودين طيب ده نظام العمل وربنا طيب ربنا اتنفسه يقول ايه ظهر الفساد في البري والبحري بما كسبت عيد الناس يبقى ظهر الفساد في علاقة الزواج بما كسبت ايدي الناس ايدي الولاد والبنات طب البنات اتجننوا ازاي اتجننوا بسبب برنامج اسمه السطار الحديد تتبنى احدى القناوات الفضائية الامريكية لها ثلاث حروف منذ زمن بعيد ودخل البرنامج ده وانتطبيقه في مصر على يبد السيدة شو ولا بلاش نقول اسمها لا ترفع علينا قضية في سنة 1994 لما بدأ مؤتمر السكان اللي كان بيبيح في ذلك الوقت خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين ان اي ولد ياخد اي بنت يخش بيها اي فندق فايف ستارز ومحدش يقوله دي مين لا امرتك ولا بنتك ولا بنت عمك خش يا عم نام واعمر اللي انت عايزه لحد لما تم تغيير هذا القانون من حمرة الخجل للحكومة في ذلك الوقت القاعدة التانية زي ما قلنا الاخلاص وبنقول ان كل شاب في الدنيا مقتنع ان البنت اللي موجودة دلوقتي في السوق والبنات حلوة وحشة متعلمة طويلة سيارة بنت ناس او بنت ناس متواضعين او بنت ستين في سبعين بتسعى للزواج ليس بهدف الزواج اما ليه يا حبيبي عايزة تتجاوزك ليه قال لها كلهم عايزين يتجاوزوا عشان يشتروا خدام ليهم كارتي اي تي ام كارتي فيزا يصرف عليهم وعلى رغباتهم وعلى شهواتهم وعلى حياتهم وبقى انا الخدام اللي بقى راح جابه لها انا اللي بقى متاحها في السرير وانا اللي بقى اكلها وانا اللي بشرابها وجب لها العربية وجب لها السواء واطلع وانزل ويطلعين اللي خلفوني وخلف لها العيال عشان تبارس عقيدة الامو وفي الاخر مش عاجبها مش مختنع باي حاجة ما بقاش يا كابتن فيه اخلاص في الزواج واحدة زي حضرت تقولي طب يا كابتن عمر هو الاخلاص في الزواج هيبان له ازاي واحنا لسه بمتعرف على بعض بيبان من حاجات تفهة اوي 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 وصغيرة اوي من ضمنها انك انت لا تحاولي ان تسليبي منه حريته قبل جوازه وتديله مطلق الحرية وما تقعدش تحسبيه ورايح فين وجاي منين كلمتي مين تعرف دي مين على موبايلك مين على فيسبوكك مين بيشعر بان الاخلاص في الجواز منك في القاعدة دي انك انت بتعطيله كامر حريته مش جاية تسليبي منه حريته وتقولي له طالما انا وفقت ان انا اتجاوزك انت بقيت ملكي اذا انت مخلصة لنفسك ولست مخلصة في علاقة الجواز الاخلاص هنا ليه معنى تاني كأنك بتقولي له ايه انا مخلصة في حياتي معاك لك وحدك ولك على طول وسلوكي المحيطين بيك من رجالة ومن زملاء هو سلوك الاخلاص يعني ايه بص يا بنتي كلما كان لك عدد اكبر من الاصدقاء الرجالة كلما ده ادى الى عقله الباطن انه يتوهم او يتخيل انك انتي غير مخلصة كلما كان يا كابتن عندي اصدقاء ولاد كتير في الجامعة في المدرسة في الشغل في النادي ابن عمي ابن خالتي جوزم ابن عم اللي خلفه اهلي كل دول بيدي له ايحاء ان انا غير مخلصة اي نعم ولو قلت له يا كابتن ان ده صديق اللي متربي معايا وردعان معايا واخويا في الرضاعة برضو مش هيصدقك برضو مش هيصدقك طب هو هيعمل ايه هيتظاهر انه مصدقك يا بنت لكن عقله الباطن قال انها ليست مخلصة لان لها علاقات شبابية متعددة يا كابتن دول زمالي في الجامعة يا كابتن يا كابتن دول صحابي وبحاول عرفه عليهم علشان خطر في المستقبل يبقى عرفهم عرفهم يا حبيبتي وتظاهر انه متقبلهم وتظاهر انه مقتنع بيهم ولكن عقله الباطن رفضهم في علاقة جواز وقال امنها ليست مخلصة لان عقل الراجل دفولتت على ان البنت ما بتخرجش بإلا من بيت ابوها لبيت جزها واحدة تقول لي الشاب العربي يا كابتن متخلف شخلف فظيع اسمعي يا بنتي الحدوتة دي تسمعي عن واحد اسمه دكتور فيل ماجرو الراجل اللقرع بتاع امريكا ده اللي هو بطل اعلام وكتب ومزروطة الدنيا كنت بتعلم على ايده في احد المحاضرات الفيديو فجاب واحدة من البنات اللي كان بيدرسهم لهم في الجامعة اللي هو بيدي فيها المحاضرات وسأل البنات الموجودين كام واحدة فيكو فيرجن هنا فكلهم محدش رفع ايده كلنا طبعا مش فيرجنز انت عبيت فقال لهم طيب الولاد حسألكوا سؤال هل امت تتقبل العلاقة مع بنت فيرجن اللي تتقبل العلاقة مع واحدة نامت مع غيرك قبل كده فكله رفع ايده موافق طبعا فراح أقل لهم وده تأثير ستوديو تمانية اللي احنا عملناه فيكو هسألكوا سؤال تاني لو احنا طلعنا بنت فيرجن هنا وعندها واحدة وتلاتين سنة او ثيرتي سافن يعني من واحدة تلاتين سبعة وتلاتين مين فيكو يفكر يروح يتجوزها في خلال الاسبوع القادم كله رفع ايده وده يدل على تناقض فدكتور فيل قال رفع ايدهم لما قلت لهم عندكم استعداد انه كنتوا تتعرفوا على بنات عندهم كان لهم علاقات كله رفع ايده طب تتجوزها في خلال اسبوع لو هي فيرجن كله رفع ايده ايه التناقض ده قال لهم لا يا ولاد ده مش تناقض ده ده تأثير ستوديو تمانية اللي احنا عملناه بالاعلام واللي احنا عملناه بالقوانين التي تمنع الرجل من محاسبة بنته على العلاقات الجنسية واقعدنا نكرر كلمة my first kiss my first kiss my first kiss my prom sex اللي هو اول علاقة جنسية في حفرة البروم فالبنت اللي يبقى عندها بروم اللي هي حفرة التخرج وما تبص الود بتاعها تبقى عندها مشكلة والبنت اللي تتخرج من المدرسة بتاعتها وما تقيمش علاقة جنسية دي عندها مشكلة دي بنت ضربها السلك او كاتيجوري اي كلام فاصبح ده اللي لازم يتم لان احنا اللي اقنعناكم بعكس الطبيعة احنا اقنعناكم بالشيء اللي يخلي الرجالة ما تتجوزكمش يخلي الرجالة تصاحبكم بس عشان نصل الى نتيجة انه كنتوا مفيش جواز فبالتالي مفيش عيال فبالتالي الاقتصاد يقل وانا بقول برنامج السطار الحديدي الصهيوني عايز يعمل كده في كل دول العالم ليس في العالم العربي فقط عشان ما يبقاش فيه رجالة تقوم تشيل السلاح واللي بيشيل السلاح لازم يكون له انتماء لبلده ولوطنه ولقوميته الاوروبية الامريكية الهندية الغرافية العربية الفنيعة فبالتالي الانتماء للوطن ما بيجيش الا لما بيكون هناك انتماء للأسرة وعشان يكون فيه اسرة لازم يكون فيه جواز وعشان يكون فيه جواز لازم تكون البنت ماشية بالفطرة التي خلقها الله لها والراجل ماشي بالفطرة اللي ربنا خلقه له وفطرة الست الطبيعية ايكول او تتماشى او تتساوى مع فطرة الراجل الطبيعية لما نغير في فطرة البت ونغير في فطرة الراجل للبت تبقى مناسبة للراجل ولا الراجل يبقى مناسب للبت يبقى في الاخر يعملوا ايه يعملوا الفري سكس اللي ينتج عنه ايه لا اطفال طب لو نتج عنه اطفال الملاجئ تلم فهمتي طيب ولو الام قالت لك حربي ابني يبقى ندخلها في كاتيجوري السنجل ماذر طب ولو الوقت طلع متربي ندخلها في الكاتيجوري الاوسخ منه اللي اسمه حقوق الطفل وحقوق عدم تربية الطفل اللي هي بين قسين تربية الطفل بتربية حديثة هكلمكم عنها بعدين يبقى لو قلت له صديقي او اخويا او رضعان معايا او كل الكلام الهاكس ده هيتظاهر بعكس ذلك ان هو موافق لحد لما يجيب اخرك وبعد كده يسيبك احترسين من طريقة كلامك قدامه مع صاحبك مع زميلك في الجامعة مع زميلك خلي بالك وانت بتتكلمي مع زميلك بجدية بتدي له اي حق ان البنت دي مخلصة وانت بتتكلمي معايا بمرقعة بيدي له اي حق بان البنت دي بمرقعة او دلع او مياصة او خلي بالك وانت شوقفة متقصة عاملة كده وخلي بالك من طريقة السلام كمان وانت بتسلمي على الجنس الاخر قدامه بتسلمي بايدك ولا بتسلمي بالبوسة ولا بتسلمي بالحضن بتحط رجل على رجل قدام الولد ومبينة رجلك ولا بتحط رجل على رجل وانت مؤدبة ولا بتعملي ايه الكلام ده بيراه بعينه وعقله البطن بيترجمه يا بيقربك منه بيقربك منه يا بيبعدك عنه عشان كده النصابات من البنات والداعرات من البنات فهموا بخبرتهم الرجالي الحركات دي فلما تبقى رايحة تصطاد واحد للجنس بتعمله العكس اللي انا بحذركم منه عشان هي مش عايزة منه غير الجنس بس لكن لما بتكون رايحة تصطاد واحد وعايزة تجره في علاقة جواز ان شاء الله شهرين ثلاثة عشان تاخد منه قرشين او تتجوزوا عشان خاطر الودة امان بالنسبة لها بتعمله اللي انا بقولك عليه بتلبس طويل بتلبس محجب في بعض الاحيان بتلبس المكياج اللي احنا قلنا بتتبنى كل السلوكيات اللي احنا قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت وفي نفس الوقت بتوهمه انه ما عندهاش اصدقاء خالص ولو لقيت صديق معدي قداما بتسلم عليه بمنتهى الادب والاحترام والبادي لانجوج تبقى استريت وبتبقى مادة ايدها من بعيد لبعيد كلمتين للربع مفيش سلام بالبوس مفيش سلام باللحضان بتراعي كمان في الاخلاص بنبدأ اسمه اعرف من صديقي تعرف من انا يقوم ما يشوفش منها غير كل الصديقات المحترمات فلما تكون خارجة تقابله معاها صاحبتها اللي يعني ما تخرجش مع حد الوحدهم ودي هنكلم فيها الحلقة الجاية تقوم جايبة معاها بنت محجبة بنت مهذبة بنت دمثة الخلق لما يقعدوا تلاقي صاحبتها تروح مطلعة للمصحف وتبدأ تقرأ فيه يعني دي من الخدع لانا عملتها الوحدة تانية عشان عديها مرحلة انت بنت قليلت الادب فلانا بقول لكم ده انا خليت بنت تعمله عشان توهم الواد ان هي مش قليلت الادب طب لو طلعت الكتاب المقدس هي كت مسيحية لو طلعت الكتاب المقدس وقعدت تقرأ فيه قدامه هيقول ايه البت الهابلة دي ايه البت العبيطة دي انت بتستهبلي عليها بيت بتستهبلي عليها بيت ولا بتصيع عليها بيت امتانا عملت ايه خليتها تجيب صاحبتها معاها لابسة مهزب لابسة محتشم مفيش حاجة اسمها سجار في الشنطة ولا ولاعة لما حد يولع سجارة جنبها هي مدخنة وحشاش يعني بتشرب كل انواع اللي بتشرب او ما شمت رحت السجارة بدل ما تبقى نفسها هتفاعة السجارة ايه يا حبيبتي في حاجة اه اصل الراجل ده بضلع السجارة وانا ما بحبش هشم رحت السجارة اه طب تحبي نوعت في مكان تاني اه اتس اوكي يا ريت نوعت في مكان تاني قاموا صاحبتها راح تفتح الشنطة صاحبتها رايح معها قال ايه محرم قلبيت صايعة صايعة يعني يعني صايعة باخر ما تتخيلوا يعني قلبيت صاحبتك تطلع الكتاب المقدس تقرأ فيه طب ده تأثيره ايه اعرف من صديقي تعرف من انا انتي لو طلعت الكتاب المقدس وقرأتي قدامه هيقول عليك بتستهبلي علي يا بيته ولا ما في حد بقرأ الكتاب المقدس وقعد مع المز بتاعه لكن لو صاحبتك طلعت الكتاب المقدس او المصحف او الطوراة وقرت فيها قدامه باعتبرها ان هي مش مركزة معاكو هيقول ربط وهمي غير موضوعي لكن عقل البطن هيشوفه كده وحينمزجه كده طالما ديه صاحبت دي وديه لبسة شبه دي وديه قعدة زي دي ودي بتقرأ في المصحف او في الكتاب المقدس او في الانجيل او في الطوراة يبقى دي كمان بتعمل كده بس مش قادر تعمل يا ما اروعك كم انتي متدينة شفتوا بنلعب بالوهم ازاي خلي بالك من فكرة الاخلاص في العلاقة لو اخلصتيله هيبقى تحت رجليكي الاخلاص في الجواز حاجة والايحاءات اللي احنا بنديهاله عشان نوهمه ان احنا مخلصين حاجة تانية خلي بالك من لبسك خلي بالك من سلامك مع كمية من سلاماتك وتحياتك للولاد المحيطين بيكي خلي بالك من وانتي بتقدمينه صحابك الرجالة خلي بالك من طريقة بوسك وحضنك للرجالة الاخريين الاخرويين خلي بالك من قعدتك وانتي حط رجلي على رجل قدام راجل خلي بالك من طريقة سلامك معه خلي بالك من شكل صحبتك شكل صحبتك اعرف من صديقي تعرف من انا ولبس صحبتك والبادي لانجج بتاع صحبتك خلي بالك من الحاجات دي كلها بتلعب في مبدأ فكرة الاخلاص في الحياة الزوجية عند الولاد ساعدت بكم على امل اني اكون قد افدتكم لاني مش جاية ساعد حد فيكم والتقي بكم في اللقاء القادم ان شاء الله سلام عليكم